أول سؤال وصلنا سؤال بيقول أنا متجوزة بقالي ثلاث سنين وجوزي بيهني بألفاظ خارجة وأحيانا بالأب والأم أعوذوا بالله من الشيطان رجيم هو كده على طول معايا وهو بيشرب وما يشتغلش ممكن يقعد شهرين وما بيشتغلش وبروح آكل عند أمي أنا وبنتي وكان معايا ولد وتوفى أنا باعد عند ممتي أكتر ما باعد معاه بسبب ألفاظه النابية أنا دلوقتي أهلي عايزين يطلقوني منه أعمل إيه أنا مش لاقي حل بالله يبقى إيه اللي حاصل أنا الحل ده لازم يتقاسوا بسرعة ليه طيب؟ لأن احنا عندنا عندنا لسه الإبن صغير فلازم نروح لخبير حد خبير يقسلنا الحكاية إيه؟ ليه طب يقسلنا الحكاية إيه؟ لأن في بعض الأحيان بيوصل في بعض الأحيان بيشرب ما نعرفش هو مدمن ولا لأ واضح إن احنا ابتدت الأمور تزيد جدا 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 واضح إن الحياة مش مستقرة فلازم أنا رأيي نعمل إيه؟ نروح لخبير ونعرض عليه المسألة كلها وشرفونا في مركز الإشهاد الزواجي بدار الإفتقال المسائل ليه بقول لكم كده؟ لأن في الحقيقة الوضع ده وضع على حفة الهاوية بناء على كلامك الكلام اللي أنت بتقوليه ده إنه هو على حفة الهاوية لكن في بعض الأحيان بيبقى الأثر النفسي بعد تحطم التوقعات عن الجواز بيبقى الأثر النفس الشديد فممكن نقول كلام صعب فعشان كده بقول إن احنا محتاجين نقدره لأن لا تجربة التراق تجربة نبقى حريصين إن الناس تدخلها ولا العيش ولا الزواج اللي مليان مهانة وبهدلة وقلة كرامة وقلة قيمة وعدم فهم لمفهوم الجواز برضو شيء نحرص عليه فالحكاية لازم تتوزن بميزان من ده فأنا النصحتي إن احنا محتاجين نقيم إن في حد من الخبراء يقيم الحالة بتاعتكم دي يعني مثلا إيه الحاجات اللي محتاجين نقيمها محتاجين نقيم إرادته للتغيير محتاجين نقيم هو إيه الدوافع اللي عنده عشان نبقى بهذه الصورة نقيم المسألة المالية إيه هي فإحنا عندنا على الأقل حداشر بعد بنقيم عليها الحالة دي عشان نقدر نتكلم فيها فأنا رأيي ونصحت لحضرتك ببساطة خالص وبسهولة وبيوس إن احنا محتاجين تقييم من خبير تقول لي ما أنا كلمتك آه بس لا الكلام يعني اللي انت بعضتيه ده مش كافي طبعا طبعا الحمد لله في ناس كتيرة بتسعى وبتتكلم مباشرة لا يا بنت طلقيه لا يا بنت اعمليه وهم مش عارفين بقية التفاصيل ده مش شرع ربنا والله سبحانه تعالى أمرنا إن احنا إذا تكلمنا نتكلم عن بصيرة وربنا لما وصف اللي بيساعدوا الناس قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فلابد إن احنا نكون على بصيرة